رمضان كريم عليكم ومكملين في برنامج رمضان ثليم مع الكابتن محمد شفار الكابتن خير الحمد لله بالحلقة اللي مضت تمرنا شوي ظاهر تمرنا ثميلين ظاهر النهاردة نتمرهم برضو الثمارين ظاهر ثميلين اوكي يعني هنكمل في مجموعة الثمارين الظاهر بس تذكير بسيط ومهم انه قبل ما تعملوا الثمارين ارجعوا وشوفوا حلقات الاحماقات لانه مهمة جدا جدا عشان ما يجي لكمش اصابات وعشان يكون الاداء صح وتأخذ نتيجة صح صح كابتن صح انا جاهز للتمرين انت جاهز يلا بي هنزل بنفس الشكل اهم حاجة الظاهر يكون مفروض وبانزل في ثانية وباطلع في ثانيتين واحد اتنين بانزل في ثانية واطلع في ثانيتين قبل كده ايون تمام 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 انزل اطلع انزل تحت اطلع فوق واحد اتنين هنعمل ده تلاتة في عشر مرات تلاتة في عشر مرات اه فده بيستهدف نفس المنطقة اللي عملناها ده بيعمل برضو استطالة لعضلة الظهر لعضلة المجنص لعضلة اللي عملناها هنلعب شكل تاني بالحبل بس بيجيب بيجيب منتصف الظهر اكتر اوكي اوكي احط رجلي هنا رجلي مش مفروضة قوي كده لا رجلي متنية سنة صغيرة وبنزل واحد اتنين وبطلع شوية شوية بنزل واحد اتنين واطلع شوية شوية حط رجلك ايون ممتاز ايون اوكي واحد افتح الحب حاول تضهرك شوية ايوه كده افروت وان ممتاز حاول تثبت ضهرك يا معادي يلا اتلع بعبر وزن ريلي اوكي اوكي ممتاز ممتاز يا معادي اه في التمرين ده انا شفت شوي الوزن زيادة عشان بس نتاخد فكرة انا يعني انا تقريبا تسعين صح؟ تمام الوزن عادي لما يكون زيادة في الحركة لانه تقريبا انت بترفع جسمك لانه هو الوزن لو هو تيد بيرفع الجسم شوية اوكي بس زي ما انا قلت برضو في الحالات السابقة اوكي الوزن مش مهم اهم حاجة الاداء الصح ازاي اتمرن اداء صح او الاداء لو انت حاسس شدة تمرين قوية عادي ممكن نخفف صحيح بس هو التمرين ده بيبقى سهل شوية صح صح طب سؤال اخير بخصوص الناس اللي عندهم وزن زيادة وعايزين يستغلوا رمضان في انهم ينقصوا الوزن اول حاجة بتنقص بتحاول انت تقلل السكر خالص في رمضان وتاخد السكر من الفكهة اوكي تمام وتاني حاجة برضو لازم تشرب مياه كتير اعمل حاجة تشرب مياه بين الوجبات بين الوجبات بيقلل الشهية فبالتالي ما بتاكلش كتير فبالتالي برضو بيساعدنا اللي احنا كذا صحيح اللي احنا ممكن بناخد تلاتين دقيقة قبل الفطار قبل الفطار مثلا ممكن قبل الفطار بنصف الساعة ساعة لربح والناس اللي شغلها بيبقى جامد جدا وبقى في ارهاق بلاش يخلوه بعد الفطار صح صح شكرا كتير على النصائح وعلى التبرينات اللي بتعطينا اياه في كل حلقة احب اقول لكم تابعوا قناة منصة المشهد عشان يوصلكم كل جديد معاكم معادة صفره في برنامج رمضان سليم اشتركوا في القناة